وقد تأسست جائزة عيسى لخدمة الإنسانية بهدف خلق الوعي بالمساعي الإنسانية غير العادية عبر العالم وإلهام وتشجيع المزيد من الناس للتحقيق التفوق في هذه المساعي الدكتور سمنثة الحائز على الجائزة في دورتها الثانية هو أكاديمي عصامي أسس خدمته الإنسانية المتطورة بكفاح متواصل وسعى إلى خلق عالم خال من الفقر والجوع والجهل من خلال احتضان المعدمين وأبناء العوائل الفقيرة ألا بعدا لك يا جهل فلم نجن منك سوى الجوع والفقر لسان حال أكثر من خمسة وعشرين ألف يتيم وفقير ممن غرست لهم فرص الحياة المتكافئة وطوب لك يا من أورثت للإنسان خيرا ورفضت أصناف التشرد والشتات ليس لأنك كنت يوما فقيرا بل هذا ما دفعك له إحساسك العميق بمعاناة أبناء جلدتك الذين لم يرضعوا سوى الجوع منذ أن كانوا في المهد صبيانا أشيوتا سامانتا استحق كل الاستحقاق هذا العام جائزة عيسى للإنسانية في إنجاز تفرد على مستوى العالم من خلال مشاريعه العملاقة في شرق الهند التي وفرت التعليم والسكن المجاني إلى جانب سبل الراحة بأحدث ما توصل إليه العلم من تقنيات ليضم أطفالا وشبابا ينتمون لأفقار العائلات إنني سعيد بهذه الجائزة فقد كرست حياتي في القضاء على الفقر وتوفير التعليم للأطفال والأفراد وتحسين معيشتهم حيث بدأت رحلتي قبل 25 سنة وأسعى إلى مواصلة عملي حيث تتضمن خطة المستقبلية توفير التعليم لمائتي ألف طفل وطفلة في الهند محارب الفقر سامانتا عاش يتيما فقيرا كان حلمه عالما لا يقف الفقر عائقا أمام تعليمه ليوجد بعد ذلك جنة على الأرض احتوت جامعات ومعاهد تحرر الفقير من فقره وتقدم له تعليما نوعيا بأسالي برائده أرى في إنسان اللي مر بتحديات شخصية بنفسه عاش يتيم فقير ومر بصعوب جدا جدا صعبة تغلب عليها ونجاح وأهدى نجاحه لخدمة الآخرين ببناء كليات تساهم في الاقتصاد بتنمية البشر فازت هذه الشخصية المهمة جدا التي أسهمت إسهاما كبيرا في الخدمة الإنسانية على نحو عام وأساسي في مجتمعها لكننا لا بد أن نشير أيضا إلى أن هذه الشخصية الفائزة لهذه السنة تمثلت بتجربة مهمة تجربة اليتم في البداية هذه التجربة وتجربة الفقر قادة هذه الشخصية أن تؤسس معهدين معهد للعلوم الاجتماعي ومعهد آخر للتكنولوجيا جائزة عيسى للخدمة الإنسانية تمنح مرة كل سنتين لأولئك الذين يسعون إلى تغيير العالم نحو الأفضل كذلك التغيير الذي أحدثه الدكتور سامانتا في مجال التعليم والرعاية الاجتماعية قيل أن محاربة الفقر أجدا من محاربة الإرهاب وهذا ما عمد عليه سامانتا لا أن يطعم الفقير فحسب بل أن يقضي على جهله إمانا منه بأن مستقبل الإنسانية يكمن في طريق العلم بسام لبدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرية